اشتركوا في القناة في جامع بنية اللون بها نقاط بيضاء وشبشب وتحدثت لمياء السعيد مدير دار السعيد للنشر والتوزيع ان الفنانة سامن مصري زرد جناح الدار وقامت بالتصوير مع كل الكتب ذات العنوين الجذابة مثل طلق مراتك وزوجات العزراء حامل مضيفة انها لم تحصل على اي كتاب من المعرض وانما حرست على ان تلتقط صور تسكارية فقط مع الكتب مشيرة الى ان هناك عددا من الاشخاص كانوا يصورونها وعنما لابسها قالت لمياء سألت سامن مصري لماذا ترتدينا بالجامع فقالتلي نزلت سريعا وملحقت شنبس ومن ناحية اخرى قبلغ عدد من الزائرين عناصر الامن من المعرض بوجود الفنانة سامن مصري مؤكدين ان الهيئة التي ظهرت بها غلائقة فطلبها الامن بالخروج من المعرض حتى لا تحدث اي مشكلة يذكر ان الفنانة سامن مصري في 21 فبراير الماضي تسببت في حالة من الجدل بظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينماء الدولي وهي مرتدية الحجاب اسحى ولت الدخول الى المسرح لمشاهدة الحفل رغم عدم حملها دعوة للحضور ترجمة نانسي قنقر